اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا في مكتب البريد بنشوف رسالة بتباعت لشاب اسمه جاسبر علشان يبدأ شغله معاهم وبنعرف عنه ان هو شاب مهمل جدا مستهتر كمان وده لان والده كان شخص غني وكان جاسبر بيستغل لسلطة والده في اي حاجة يحتاجها بيروح جاسبر علشان يقابل مدير مكتب البريد واللي بنعرف ان هو يبقى ابوه وبيقوله ان هو مش هيسمح له بحياة الرفاهية دي مرة تانية بيكمل والده كلامه بيقوله ان هو هيشتغل في مكتب البريد على جزيرة بعيدة وان هو لازم يوصل 6000 رسالة في السنة وإلا هيحرمه من صروته وكمان مراسه بعد ما يموت بيمشي جاسبر وبيتكلم بعدها والده مع المساعد بتاعه وبيقوله ان هو عارف ان الموضوع هيكون صعب على ابنه ولكنه كان لازم يعمل كده علشان جاسبر يبدأ يتحمل المسئولية بيخرج جاسبر في رحلته بقى للجزيرة وبيركب السفينة لما بيوصل للجزيرة دي بيلاقي ان الجو هناك وحش جدا ومليان ضباب وبيكون الجو كئيب ولما بيسأل القبطان موجنز عن السبب بيقوله ان هي دي طبيعة الجزيرة دي اصلا بيسأله جاسبر اذا كان اهل المدينة هيعملوله حفلة استقبال ولا لا فطبعا بيستهزق موجنز بكلامه وبيقوله ان هو لو ضرب الجرس الناس هتخرج تحتفل بيه وبيصدق جاسبر كلامه ده للأسف وبيضرب الجرس ساعتها طبعا بيتفاجئ ان كل اهل المدينة خرجوا من بيوتهم وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض بكل شراسة لما بيعترض جاسبر على طريقتهم دي بيتريقوا عليه وكمان بيهجموه وساعتها بيهرب منهم بيوصل لمحل كده بيبيع سمك لما بيدخلوا بيلاقي هناك بنت اسمها الفا وبتعرف من لبسه ان هو يبقى ساعي البريد الجديد ولما بيسأل عن اللي حصل بتقوله ان موجنز طبعا كذب عليه وخلاه يدق الجرس وده جرس المعركة واللي بيكون ما بين اكبر عائلتين موجودين على الجزيرة بيعرف جاسبر من الفا ان المكان ده كان مدرسة قبل كده وانها كانت بتشتغل مدرسة ولما بيسأل عن السبب اللي حول المكان لمحل سمك بتبدأ تتعصب وبتقول ان الناس ما بقوش يعلموا اولادهم وانها بدأت تبيع سمك علشان تجمع فلوس وتقدر انها تسيب الجزيرة وتمشي بييجي موجنز وبياخد جاسبر لمكان كده بتاع مكتب البريد وبيكون مكان قديم جدا ومش نضيف ومليان بالفران وبيكون الجو برد اوي وبيتدايج جاسبر من كل اللي بيحصله وبيفكر ان هو يرجع لبلده ولكنه بيفتكر تحدي والده ليه فبيرجع في كلامه وبيقرر ان هو يكمل شغله على الجزيرة بيروح للسنة دي بتاعة البريد اللي قدام البيوت ولكنه ما بيلاقيش فيها اي رسائل فبيروح لاهل المدينة نفسهم يسألهم اذا كانوا عاوزين يبعثوا رسائل بالبريد ولا حاجة ولكنه بيلاقيهم مشغولين بحربهم مع بعض بيكون جاسبر ماشي في الطريق وبيلاقي ورقة مرسومة عليها رسمة بيلاقي كمان في الشباك طفل فبيطلب منه ان هو يرجع له الرسمة بتاعته فبيستغل جاسبر الفرصة دي وبيقوله ان هو مستعد يحطها له في ظرف بريد ولكن بشرط انه يديله ارش واحد علشان يديله في المقابل طابع البريد ولكن فجأة بيظهر ابو الولد وكمان الكلاب بتاعته فبيهرب جاسبر بسرعة من المكان بيحس جاسبر باليأس وانه خلاص فشل في مهمته وبيدخل عليه موجنز وبيقوله انه لازم يروح للنجار اللي الكوخ بتاعه في اخر الجزيرة لانه شخص لطيف جدا وبيقرر جاسبر فعلا انه هو يزوره لما بيوصل هناك ما بيلاقيش حد ولما بيدخل جوه الكوخ الباب بيتقفل عليه وبيلاقي ان كل حاجة بتتحرك وبتعمل صوت موسيقى وفجأة بيدخل شخص ضخم جدا للمكان فبيترعب منه جاسبر وبيهرب من المكان بسرعة بتقع منه الشنطة اللي فيها رسمة الطفل ومش بيلحق انه هو ياخدها بتاخد الرياح الجواب وترميه قدام الشخص الضخم ده ولما بيفتح الزرف بيلاقي رسمة لطفل مسجون بنرجع لجاسبر اللي فجأة بيلاقي الشخص الضخم ده قدامه فبيخاف وبيقع من العربية ولما بيسأل الشخص الضخم على مكان الطفل فبيقوله انه هو مستعد يوصله لمكانه ولكن بشرط انه هو ما يزهوش وفعلا بياخدوا جاسبر لهناك بيدلوا بعدها الشخص ده طرد كبير جدا علشان يوصله ولما حاول جاسبر انه هو يحط الطرد في صندوق البريد ما بيقدرشه لانه هو كان ضخم جدا فبيساعدوا الرجل الضخم انه هو يدخل طرد جوه البيت بنفسه وفعلا بينجحوا انه هما يدخلوا الطرد للبيت قبل ما يشوفهم صاحب البيت بيشوفوا بعدها الطفل واقف قدام الطرد وبيفتحوا فبيلاقي لعبة على شكل ضفضع فبيفرح جدا بيها وفي تاني يوم بيجي الاطفال لجاسبر برسائل كتير علشان يوصلها للرجل الضخم واللي اسمه كلاوز وده لانه بيبعث ألعاب جميلة لأي حد يبعث له رسالة وبيبدأ فعلا جاسبر انه هو يجمع الرسائل وبيكون فرحان جدا وبيحس بالأمل مرة تانية انه هو ينجح في التحدي بتاعه مع والده في يوم بيروح لكلاوز وبيكون خايف منه ولكنه بيلاقيه بيجمع خشب الشجر وبيقوله ان الاطفال كلها بعتلوا رسائل علشان يبعت لهم هدايا وبيرفض كلاوز في البداية ولكن جاسبر بيفضل يستعطفه فبيوافق وبيقوله انه هو هيقابله بالليل علشان يوزعوا الهدايا مع بعض بنروح للولد الصغير بقى اللي بيلعب بلعبة الضفضع مع بنت صغيرة كمان ولما بيشوف الاهالي اللي بيحصل بيتضيقوا انه هما بيلعبوا مع بعض لان المفروض انهما بينهم حرب وعلشان كده بتتكلم كل عيلة مع الاطفال بتحها وبيقولولهم ان الكراهية من العادات اللي ما ينفعش يتخلوا عنها وفعلا بالليل بنشوف جاسبر مع كلاوز وهما بيوصلوا الالعاب للاطفال وفي تاني يوم بيلاقي جاسبر ان عدد الاطفال اللي عاوزين يبعتوا رسائل لكلاوز عددهم بيزيد وبيفضل جاسبر يلم منهم رسائلهم علشان يوصلها له اما في الطريق بيسمع الاولاد وهما بيتكلموا عن كلاوز اللي بيحطوا لهم الهدايا جنب سريرهم وبيتداي جدا لان هو اللي بيعمل كده مش كلاوز ومع ذلك محدش من الاطفال بيتكلم عنه بتبدأ الاطفال انها تروح المدرسة علشان يتعلموا يكتبوا رسائل لكلاوز وبيتحمس الاطفال لما بتعلمهم الفة ازاي يكتبوا اسماءهم وبنرجع لجاسبر اللي بيحاول ان هو يصطاد غزلين علشان تشد عربية الهدايا ولكنه ما بينجحش على عكس كلاوز اللي بيقدر ان هو يصطادهم بكل سهولة وفعلا بيبدأوا ان هما يوزعوا الهدايا على الاطفال بشكل اسرع بيقول جاسبر للاطفال ان كلاوز عنده قيمة بالاطفال المشاغبين واللي عمرهم ما هيخدوا منه اي هدايا وساعتها بتخاف الاطفال وبتكتب لكلاوز ان هما طيبين جدا وبيسمعوا الكلام بتاع اهليهم وبيفضلوا ينظفوا في الشوارع علشان كلاوز يجيب لهم العاب وبتبدأ اهليهم تندهش منهم ومن التغيير اللي حصل لهم ده لان المدينة فعلا بدأت تتغير للاحسن وفي يوم من الايام بيلاحظ جاسبر ان الالعاب قربت انها تخلص وبيتكلم مع كلاوز ان هما لسه قدامهم يومين بس وبعدها مش هيقدروا ان هما يبعثوا الالعاب للاطفال وبيرجع لبيته بعدها وهو متضايق وده لان الالعاب قربت انها تخلص ومش هيقدر انه هو يكمل ستلاف رسالة زي ما طلب من والده بيجتمع زعماء العيلتين وبيقرروا ان هما يعملوا هدنة في الحرب اللي ما بينهم دي وده لحد ما يخلصوا على جاسبر اللي غسل دماغ اهل المدينة وخلاوا منهم ما ينسوا المشاكل والخنايات اللي بتحصل ما بينهم بنروح لجاسبر اللي كان عايز يتكلم مع كلاوز وبيحاول انه يعني يقنعوا انه يصنع العاب من الخشب وكمان بيعرض عليه فكرة الاحتفال بالكريسمس وده لان الاولاد هيفرحوا جدا بيها ولكن بنشوف ان كلاوز رافض فكرة جاسبر وبيقوله انه هو مش هيرجع يصنع العاب زي زمان مرة تانية بيرجع للبيت وهناك بيلاقي طفلة بتتكلم بلهجة كده ما كانش فاهمها فبيروح لالفة علشان يفهم اللي البنت دي بتقوله وبيعرف منها ان البنت نفسها في لعبة معينة وفعلا بيبدأ جاسبر انه هو يعملها ولكنه بيتعب وهو بيعملها وبينام من التعب بيصحى بعدها وبيلاقي كلاوز بيعمل معاه في اللعبة وفعلا بيخلصوها وبيدوها للبنت وبتفرح بها جدا وبتفضل بقى تلعب بيها وبنشوف جاسبر وكلاوز وهم بيتفرجوا عليها من بعيد وبيبدأ كلاوز يحكي لجاسبر عن مراته وانه هما كانوا بيحلموا انه هما يجيبوا اولاد كتير وانه بدأ يصنع الالعاب علشان لما يجيبوا اولاد يلعبوا بيها ولكنهم ما خلفوش اي اولاد وماتت مراته ومن ساعتها فقد الشغف وما بقاش يعمل اي العاب لحد ما ظهر جاسبر ووزع الالعاب على الاطفال وبدأ انه هو يشوف فرحتهم بسبب الالعاب اللي هو عملها بنفسه وبيقول لجاسبر انه هو فكر كويس وقرر انه هو ينفس فكرة كريسمس اللي قاله عليها جاسبر قبل كده اطفال شكلهم جميل جدا وكمان بيشوف الفا اتغيرت وباعت مدرسة لطيفة ومتفاهمة جدا كمان مع الاطفال وبيستغرب من اللي حصل فبتقول له الفا انه السبب في تغيير المدينة الافضل وبيمشوا مع بعض في الشارع وبيشوفوا شكل المدينة اللي اتغير والاطفال وهما بيلعبوا مع بعض والكبار قاعدين بيتسامروا وبيتكلموا مع بعض يعني بدون اي خناقات وبيجي له اهل البنت اللي عملهم اللعبة وبيساعدوه انه هو يجدد من شكل مكتب البريد وكمان بيساعدوه في تصنيع الالعاب اللي هتتوزع في كريسماس على الاطفال بيجتمع زعماء العائلتين وما بيكونش قدامهم غير انهم يعملوا جوابات كتير علشان جاسبر يقدر انه هو يخلص الستة الاف رسالة بتوعه ويرجع مرة تانية لمدينته عشان ترجع المدينة اللي كانت عليه قبل كده وبيجي الكريسماس وبيلبس كلاوز لبس سانتا كلوز وبيروح يوزع الهدايا على الاطفال بيخبط على الباب ولما بيفتح جاسبر بيلاقي والده اللي بيكون مستغرب انه جالهم اربعتاشر الف جواب على المدينة وانه هو جاء علشان ياخده ويرجعه لبلده ولما بيسمع كلاوز والف الكلام ده بيتدايقه لان جاسبر استغلهم علشان يبعد جوابات كتير ويخلص مهمته ولما بيحاول جاسبر بس انه هو يشرح وجهة نظره محدش بيسمعه وبيسيبوه وبيمشو فبيقرر انه هو يرجع مع والده وبيكون حزين جدا بيكون المركب خلاص على وشك انه هو يسيب الجزيرة وبتيجي البنت الصغيرة وبتفضل تنادي عليه فبيرجع جاسبر وبيحكي لها ايه اللي حصل وبيقول لها انه هو هيفضل على الجزيرة ومش هيرجع لبلده وبيروح زعمال عائلتين لكلاوز وبيقولوله انه هم هيدمروا الالعاب قبل ما تتوزع على الاطفال علشان تبدأ اكراها هي في الجزيرة مرة تانية ولكن بيوصل جاسبر في الوقت المناسب وبياخد الالعاب كلها مع كلاوز وبيهربوا بسرعة من المكان وبيفضلوا يهربوا منهم لحد ما بيوصلوا لحفة الجبل وبيقدر جاسبر فاغ اللحظة انه هو ينقذ كيس الالعاب قبل ما يقع من على الجبل ولكن بتيجي واحدة من زعماء العائلتين وبتفتح كيس الالعاب وبتقع كلها على الارض ولكن بيتفاجئ جاسبر لما بيلاي ان كلاوز خدحهم ومالك كيس بقطع من الخشب مش هالالعاب اللي عملوها بيلاي بعدها الفة بتوصل للمكان وعلشان كده فكروا مع بعض في الخطة دي وبيبدأوا فعلا ان هم يوزعوا الهدايا على الاطفال اللي فرحوا بها جدا وبيتجوز جاسبر الفة وبيخلفوا طفلين وبيكملوا حياتهم مع بعض في المدينة مع كلاوز اللي بدأ يصنع الالعاب مرة تانية علشان يفرح كل الاولاد اللي في الجزيرة وبس كده لحد هنا بيخلص الفيلم والحلقة بتوعنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام